موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله معنا في هذا المجلس الرمضاني وسط هذه الأجواء الرمضانية المباركة في هذا الشهر شهر الخير والبركة إذن مشاهدين من خلال هذا المجلس الرمضاني الذي نستعرض به مختلف المواضيع إن كانت اجتماعية تعليمية ثقافية تربوية ورياضية ومختلف المواضيع برفقة اختصاصيين من أصحاب الاختصاص في هذه المواضيع وأيضا حضور كريم يتداخلون معنا في هذا المجلس لإثرائه بأسئلتهم الموجهة إلى ضيوفنا الكرام إذن مشاهدين موضوع حلقتنا في هذا المساء نتحدث عن السياحة في المنطقة الشرقية وعندما نتحدث عن المنطقة الشرقية بجمالياتها فإنها تعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في تعزيز مقومات السياحة في إمارة الشرقة التي انطلقت منذ سنوات سابقة نحو تحقيق تواجد عالمي على خارطة السياحة العالمية ومدن المنطقة الشرقية حقيقة مدينة كلباء مدينة خورفكان مدينة دبل حصن تعزز هذه المدن أو تم تعزيزها بجميع هذه المشاريع السياحية والمشاريع الريادية في هذه المنطقة والتي تعتبر عامل أساسي وعامل جذب للسياحة ورافض أساسي أيضا لقطاع السياحة في إمارة الشرقة وفي بداية هذا المجلس الرمضاني الكريم أرحب بي الأستاذة الفاضلة فاطمة المغني خبيرة وباحثة في التراث أستاذة فاطمة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا فيكم حياكم الله حياك الله معنا في هذا المجلس الرمضاني علينا وعليكم إن شاء الله على جميع من يتابعنا أيضا الأستاذ الفاضلة عواطف عبد الله النقبي مدير فرع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في مدينة خورفكان أهلا وسهلا بك أهلا ومرحبا يشرفني حضوري هذه الجلسة أهلا وسهلا أيضا نرحب بالحضور الكريم خواتي الكريمات في هذا المجلس الرمضاني بإذن الله أيضا نستقبل هذه المداخلات الطيبة من خلال هذا المحور عندما نتحدث عن السياحة في إمارة الشارقة أتوقع يعني اليوم عدنا مشاريع جدا جميلة في المنطقة الشرقية نتحدث عنها تحديدا القطاع السياحي مشاهدين يحمل العديد من العوامل وأيضا من هذه العوامل التي تختص فيها الكثير من الجهات اليوم نتحدث عن التراث والموروث الشعبي وهو أحد أهم المقومات السياحية حقيقة في المنطقة الشرقية أستاذ فاطمة وأنت أحد الشخصيات المهتمة حقيقة في هذا المجال المتاحف الشخصية هي جزء من السياحة التراثية في المنطقة الشرقية وأتوقع اليوم أهل المنطقة الشرقية مهتمين كثيرا في هذا القطاع أستاذ فاطمة والتراث الموروث الشعبي في تعزيز قطاع السياحة سبحان الله الله حب المنطقة الشرقية بجمال طبيعي من جبال وبحار يعني ومزروعات وأشجار شواء كنا في مدينة كلبة الحبيبة أشجار القرم موجودة المساحة الساحلية ممتدة كذلك النخيل والجبال الباسقة من خلفها الحياة البحرية مزيج مع الحياة الزراعية كان بحد ذاته هو جذب سياحي منذ الأزل منذ القديم كانت تعتبر مدينة كلبة من المدن الساحلية الجاذبة للمصطافين سابقا كانت تسمى بالمقيض تعتبر أحد مدن المقيض المهمة في المنطقة الشرقية ثم أتينا إلى مدينة خرفكان وأيضا تتميز بشواطئها وبميناءها الطبيعي وبالجبال المحيطة التي جاء منها الإسم ثم سلسلة جبال حجر القريبة من البحر عطت لوحة جمالية أخرى للسياحة والجذب السياحي ثم انتقلنا إلى مناطق اللؤلؤية وكذلك الزبارة وشيص والنحوة جميعها كانت مقومات السياحية الأساسية موجودة وخاصة التراثية منها إذا أنا بتخصص في التراث أقول أن هناك جمال تراثي كان مدفون غير واضح المعالم للسياحة الداخلية ولكن الحمد لله بعد الأوامر السامية التي أمر فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم بإحياء المناطق هذه وتعديلها وتوجيه السياحة التراثية اليوم نحن نحظى بعمل كبير وجد على أرض الواقع ويعني الحمد لله أنا أعتقد أنه لحقت عليه الأجيال الحالية وبيكون الزوء الزائد للمستقبل أبنائنا وأحفادنا وكل من لي أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا الجمال الطبيعي موجود وإذا اتجهنا إلى دبل حصن وهي حدودنا الأخيرة على الساحل الشرقي وجدنا أن هذه المدينة الفاضلة كما أطلق عليها صاحب السمو أيضا لها جماليات خاصة فيها وخاصة أنها تقرب من حدود سلطنة عمال من الجهة الشمالية وكذلك كلباء من الجهة الجنوبية فهذه الأمور كلها كونت مزيج تراثي سياحي اليوم ما شاء الله القرى التراثية الموجودة في المنطقة الشرقية بمثال في كلباء منطقة تراثية وأيضا في خرفكان المدينة التاريخية ودبل حصن كذلك والمكتشفات الأثرية التي أجدت في هذه المدافن وهذه الأماكن التراثية بعد التنقيب وجدنا أنها تحوي على كنوس يعني متاحف اليوم للآثار متعددة ما شاء الله في حصن كلباء كذلك بيت الشيخ سعيد القاسمي رحمه الله وإذا ينا في كلباء في خرفكان أيضا توجد حصن خرفكان والمنطقة التاريخية نعم والقلعة البرتغالية برج الرابي برج العدواني وكذلك يعني كل بقعة أرض فيها من النفائص الكثيرة ينا منطقة الزبارة أيضا والولعية والشيص والنحوة تحتوي على مقومات تراثية جميلة نجز المقصار في مدخل مدينة خرفكان أيضا يعني لا تعد ولا تحصل تنوع البيئات أستاذة فاطمة يعني كل هذه المعالم التي ذكرتيها فيها بيئات مختلفة تراث مخصص ممكن للبيئة الجبلية في منطقة تشيص ونحو أيضا عندنا المناطق الزراعية والمناطق القريبة من البحر أيضا في منطقة خرفكان فتنوع البيئات أسهمت أيضا إسهام كبير في إثراء هذه المقومات السياحية بالمنطقة الشرطية نعم وما زالت ما شاء الله الأعمال جارية للتطوير أكثر وأكثر وعلى سبيل المثال بالنسبة للمتاحف الخاصة أيضا ما شاء الله وعي الأهالي بتكوين المتاحف الخاصة وخاصة اللي كانت في بيوتهم حافظوا عليها بينه أنجادهم ونقولوا بكل ما أستطعهم أنت تستقبلين الزوار أستاذة فاطمة نعم كنا في البيوت سواء أنا والمرحوم أثمان باروت في كلبة والله يعافي عليه اللغاني وكذلك بعض الأخوات أيضا عن سبيل المثال مريم هلال الزعابي وكثير من الأخوات في مدينة كلبة هذه أسماع حقيقة معروفة في المنطقة الشرطية نعم معروفة وتعبت علشان تحافظ على هذا الإرث الكبير وكان يزورنا تسياح في البيوت إذا ينا الأخور فكان ما شاء الله يوجد عدنا بعد متحف الأستاذ راشد خلفان النقبي وكذلك خلفان محمد والنقبي وكذلك كثير من الأخوة بوحمد اللي هو محمد صالح كثير من الأخوة والأخوات الموجودين كل هذا جعل تكملة تمازجت الجهود الحكومية مع الجهود الخاصة في إيصال السياحة التراثية إلى أصحابها أنا لما أشوف البواخر نزت في خرفة كان هذا العام الحمد لله حظينا بكم باخيرة أغلب السياحة يتجهون إلى الأماكن التراثية والتاريخية عندما يجدون البناء القديم يجدون الناس كيف حافظت عليه بهذه الطريقة مثلا حصر خلفك كان في المكتشفات الأثرية كل هذا جعل السياحة يتجهون إلى معرفة المزيد السياحة بالعادة حتى نحن كسياح لدول أخرى نبحث دايما عن تراث المنطقة كيف عاش أهالي المنطقة ما هي تاريخ هذه المنطقة فبالتالي هم أيضا يبحثون بنفس الطريقة يبحثون ما هو تاريخ وتراث هذه المنطقة والجميل أيضا أنتم تستقبلون استاذ فاطمة بالشراكة مع الجهات المعنية تستقبلونهم بالعادات والتقاليد بالرزيف الإماراتي بالأكلات الشعبية هذا بحد ذات اليوم يعد رافض أساسي لتدعيم السياحة حقيقة في المنطقة الشرقية سأعود لك استاذ فاطمة بكل هذه التفاصيل الجميلة حقيقة في هذا الموضوع أيضا استاذ عواطف اليوم نتحدث من خلال هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أنتم معنيين بالبيئات الطبيعية في المنطقة الشرقية والمنطقة الشرقية بحد ذاتها تتنوع فيها البيئات وفيها الكثير من الثروات الطبيعية هذا اليوم أيضا أعطى المنطقة الشرقية خصوصية حقيقة فعندما نأتي للمحميات الطبيعية واهتمامكم في كل المرافق في المنطقة الشرقية هذا أيضا يعطي اهتمام في ما تحتوي هذه المنطقة من كنوز كما ذكرنا فجهودكم أستاذة عواطف أيضا لإبرازها أكثر وأكثر ليتم استقطاب الزوار نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أهنكم بحلول شهر رمضان المبارك ويسعدني طبعا حضور هذه الجلسة لتحوي نخبة من الأخوات العزيزات وعلى رأسهم الأستاذة فاطمة المغني طبعا وتألقها مريم علاي أشكركم جزيلا شكر على دعوتي لحضور هذه الجلسة طبعا المنطقة الشرقية بشكل عام لديها مقومات السياحة البيئية منذ زمن وطبعا بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة أعتبرها جهود فنان رسم وأبرز هذه المناطق البيئية خاصة سواء في خرفة كان في كلباء في دبل حصن أبرز هذه الأماكن التي كانت مخفية أعتبرها عندنا أماكن سياحية بيئية كثيرة عندنا جبال مثل منطقة شيص ومنطقة شيص كانت منطقة داخلية بين الجبال بعد ما جاءت الحداثة والتطوير الحداثة والتطوير خاصة الشارع الجديد الشارع الجديد الذي أصبح يقصر المسافات قصر المسافة من شيص إلى خربكان ومن شيص إلى الشارجة والمدن الأخرى مدن دولة الإمارات طبعا هذا يعني طبعا لا يخفى على الجميع نشوف في العطلات جميع مدن الإمارات متركزين في خرفة كان في كلباء في مدن المنطقة الشرقية أصبح الناس يبحثون عن الأماكن البيئية أو الأماكن الطبيعية متنفس نعم متنفس خاصة في ظل الجائحة لاحظنا أيضا عدد زوار كبير في هذه المناطق وانتعشت السياحة الداخلية أيضا نعم تعشت هذه السياحة الداخلية وطبعا بفضل جهود صاحب السموحاكم الشارقة أبرز هذه الأماكن خاصة الأماكن الجبلية طبعا المنطقة الشرقية هي بالأغلب جبال نعم طوع هذه الجبال أولا عن طريق خرفكان يعني من كان يتوقع أن هذا الجبل الضخم في بطن الجبل شارع يوصلك من الشارق والمدن الأخرى إلى خرفكان إلى المناطق الجبلية مثل ما نقول مخفية كانت شيس ونحو هذه المناطق نعم برست هذه المناطق نعم بالفعل بالفعل نشهد كثافة كبيرة من الزوار في هذه المناطق نعم كمثيلاتها أيضا في مدينة كلبا نتحدث عن طريق كلباء الجديد أيضا هذا الطريق أيضا يصل منطقة وادي الحلو بمدينة كلباء برافة جميل يعني عندما يصل الزائر إلى مدينة كلباء يأتي يمر بهذه المحميات الطبيعية مرورا بكل الزوايا الطبيعية نعم وادي الحلو فيها المزارع ويأتيها أيضا تأتيها الجبال تحدها الجبال والبيوت أيضا على قمم هذه الجبال لوحة فنية جدا جميلة حقيقة حتى تصل إلى مدخل مدينة كلباء من هذا الطريق ترى أمامك واجهة مدينة كلباء بحيرة مدينة كلباء أيضا الآن مركز خر كلباء لأشجار القرم يعني كل هذه المقومات حقيقة هي أتت متسارع هي موجودة حقيقة في المنطقة الشرقية ولكن أتى صاحب السمو كما ذكرت أستاذ عواطف رسب لوحة جدا جميلة أضافه إضافات بسيطة ولكن لم نكن نتوقعها بهذا المستوى فأيضا نعود لك يا أستاذ فاطمة اليوم عندما نتحدث عن كل هذه المقومات الجميلة وكنت تحدثين قبل قليل عن جهود أيضا أصحاب المنطقة في إبراز هذه المقومات اليوم نرى الإنسان الإماراتي في المنطقة الشرقية هو يشعر بالمسؤولية تجاه هذه المقومات السياحية فكيف كانت أيضا جهودك أستاذ فاطمة اليوم نتحدث عن مؤسسة حياك مقربو هذه أيضا بجهود من خلالك أبرستي هذه المؤسسة ووضعتيها لاستقبال واحتضان الزوار حتى يصل إليهم موروثنا التراثي بطريقة سياحية جميلة نعم أكيد يعني كل واحد مننا مثل ما قلنا يعزف على أيقونته أغلب الناس ما شاء الله اليوم حتى يعني لو بقول مش بس عن مستوى فاطمة المغني أو غيره حتى الصيادين اليوم يعني صار هناك تعاون بين أصحاب المنشآت السياحية على سبيل المثال في مدينة خرفكان ومدينة كلبة هناك تماثج ما بين السياحة وما بين الصيادين اللي هي مينة الأجداد ووافق الجانبين على التعاون في إبراز هذه المدينة للسائح بشكل جميل خصصوا أيام للسياحة أيام للصياحة أيام للصيادين لكن لا يمنع إذا كان في إقبال سياحة كثير أن ينزلوا درجات النزهة والقوارب النزهة والدرجات وكذلك الصيد يعني الضغوة إذا أصحاب البحر عندهم ضغوة في يوم يكون محدد لأصحاب القوارب كان يتعاونوا أنهم يبرزوا أيضا هذا النشاط التراثي الإماراتي البحر مهنة أجداد أن تكون موجودة على الساعد بالنسبة لنا إحنا أنا في مدينة خرفكان فكرت الحقيقة يعني أن أحول جزء من نشاطي الاجتماعي إلى مؤسسة ترعى الحرف التقليدية والعادات والتقاليد وتعلم السياح لمدينة خرفكان وحتى أبنائنا الصغار عاداتنا تقاليدنا يعني وقيمنا وبادئنا يعني مثلا على سبيل المثال في دورات تقدم لربات البيوت في الطبق وكذلك المقبلات على الزواج وكذلك السياح الراغبين أن تعلم الأكلات الشعبية يعني قبل حوالي يمكن تقريبا عشرين أو شهر تقريبا هيئة الإنماء السياحي في الشارقة طلبوا تعليم بعض الروس طبخنا الشعبي الخمير والجباب فكان تعاون بين المؤسسة وهيئة الإنماء بأن تم تعليمهم من الألف إلى الياء كيف يتم تقديم صناعة خبز الجباب وخبز الشعبي في الخمير إلى هؤلاء السياح قبل فترة بعد كذلك كان تلفزيون تقريبا التحذي سوبيتي أو الصيني أيضا يريد معرفة كيف يصنع الجشيد أو اليريور طبخة فقام قبلنا سيدات المنطقة بعمل ورش لتدريب وصناعة تلها وطلع فعلا فيلم وثائقي عن هذه الأكلة الشعبية وأيضا في هذا الموضوع أستاذ فاطمة سوف ترين هناك رموز مشتركة يعني في بعض الأكلات إلا ما تكون هناك أكلة مشتركة بيننا فهذا أيضا يروج المنطقة بطريقة ما أيضا ويقرب العلاقات بين الشعوب وخاصة في استخدام البهارات خاصة في الهند وفي الدول الجوار يعني هناك من البهارات ما تستخدم مشتركة في عادات وثقافة الشعوب أصبحت هناك مقارنات أصبح تقديمنا لأكلاتنا الشعبية بطريقة مختلفة لتدريب وتحبيب السواح في زيارة منطقتنا كذلك بالنسبة لعادات صب القهوة اليوم ما يمر سائح علينا في المنطقة إلا ونقوم بتدريب وعشر نقاط مهمة في عادات صب القهوة حتى يتعلمها كذلك عادة الاستقبال والسلام بالمخاشم والسلام بالمصافحة كان قبل الجائحة بعد أثناء الجائحة توقفنا الآن ما شاء الله رجع مرة ثانية النثور مثلا والنثور عادة استقبال نقول لهم أن هذه عادات أجدادنا كانوا لما يردهم الوصول يستقبلهم أهل البر أهل المنطقة بالنثور والورود وبعض الحلويات عشان يعني فرحة بسلامة العائد من منطقة أخرى إذا ينا إلى المقتنيات التراثية الموجودة يعني لازم أنت لما تشرح لهم عن أي شيء معين على سبيل المثال نحن كعرب نحب الكحل فهم يسألون ليش أنتوا دائما عيونكم فيها السواد شو معنى الكحل شو يرمز الكحل الكحل جمال وعلاج في بعض الأنواع الكحل علاج أيضا لأمراض مختلفة في بعض الكحل الأثمد وكحل الصراي كذلك في حال المصنوع من كبد اليرايير والحوت واليريون هذه علاج لضعف البصر في أيضا الأواني المستخدمة في التكحيل هذه بروح بحد ذاتها جماليات يعني ساعات ما يتخيلوا أنك أنت في الإمارات وصلت إلى هذه المرحلة من الجماليات الدقيقة أو الفنيات الدقيقة في صنع آنية الكحل والعطر وقد تكون هي علاج بنفس الوقت ولكن هذا يكتشفها الإنسان الإماراتي بفطرته بفطرته نعم وبذكاء وحنكته وبيئة حوله بدأ يجرب بعض الأشاب ونجحت الحمد لله صناعة النعل مثلا القديمة في الإمارات تواكه من اليلد البهايم أو من الليف أو من الأشياء المصنوعة من البيئة المحلية لها رواج عند الأجانب أصبح الأسر المنتجة أيضا في هذه السياحة دور بدأوا يشتروا منهم بعض المنتجات التي تقوم السيدات وأهل المنطقة بصناعاتها باليد فهذا أيضا ترويج السياحة البيئة إذن تراثنا حقيقة مليء ويفيض بهذه الأدوات وهذه الرموز التراثية الجميلة أستاذ فاطمة أيضا نتوقع حضورنا الكريم اليوم في قلبها الكثير من المداخلات يمكن أيضا نستقبل المداخلة من حضورنا الكريم أستاذ جميلة لأن اليوم نتحدث عن موضوع جدا جميل وهذا الموضوع يجعل في خاطر الإنسان الكثير من الأسئلة مشكورين على الإضافة ومشكورين على الجلسة الحلوة الطيبة وبصراحة الحمد لله مثل ما تفضلت أخة فاطمة أن نحن تراثنا موجود وظاهر الحمد لله أو بدأ الحمد لله يخليه ويطول بعمر أبوني الشيخ سلطان ظهر لنا هذا الأشياء التي كانت موروثة وموجودة عندنا ظهرها بريشة الفنان الرسام المبدع لنا ظهرها بأبها وأحلى حلة نحن يومين نتكلم عن سياحتنا نتكلم عن الموروث الموجود الشعبي البيئة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنا هذه السياحة المتواجدة عندنا سياحتنا حلوة وجميلة خاصة مبتدة من الساحل لين الجبال طوقنا دور ما داير طايقت فينا مثل ما تقولي من دهلتي البحر سياحة ومن ريحتي للجبل سياحة سياحة سائحة رائعة رائعة بتي من الجبال بالدخل موادي الحلو لين تنتهي لين دبل حصن كلها سياحة جميلة ورائعة جدا إضافة إلى ذلك سياحتنا الحلوة تأتي من بنبعنا نحن لازم نروي يعني بدون ما أني أنا أروج للسياحة باللوع الأفضل والأطيب لها في ناس أحمد الله حين ما تشيري في المنطقة الشرقية يعرفوا مدينة كلبي يعرفوا خرفكان يعرفوا دبل حصن ما شاء الله أصبحت مناطق عالمية نعم في كل مكان وين تبيتقولي ما شاء الله نمتلك يعني مقومات طبيعية الحمد لله برزتنا وطلعتنا للعالمية اللهم لك الحمد والشكر اليوم ما نحتاج نسافر لا الحمد لله كل شيء عندنا موجود ومتوفر وعندما تقولي أبغي أسافر إلى الماضي سافري هنا توجد الماضي والمستقبل عندنا ربطني هنا واندنا الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي ربط الماضي بالحاضر ربط الإنسان في منطقة نعم ربط الماضي طلع علينا هذا الماضي اللي عيالنا نحن يريد أن يشوفوا يريد أن يشوفوا الموروث اليوم طلع عليهم في المنطقة الشرقية بأبها حلو أحلى حلو يشوفه الطفل يشوفه الكبير يشوفه الصغير اللي ما لحق على هذا كله يحق عليه اليوم في الحاضر فهذا المستقبل حلو نعم شكراً أختي جميلة على هذه المداخلة جميلة جميلة ماشاء الله بس لا تنزل ميكروفون لأن أم جميلة أعادت إحياء الألعاب الشعبية بطريقتها الخاصة هي سوت مشغل الآن مشروع اسمه لعبتي وصراحة أنا أعجبت بهذا الحرم الأولية العربية الأصيلة المحناية اللافسة برقعها اللافسة وقايتها منبع أم جميلة تكلمنا شوي عن مشروع وسياحتها مع الألعاب الشعبية في مدينة كلبان هذا رافض أيضاً يعني للسياحة في المنطقة نعم حاب أني أنا أوصل هذا الموروث لعياننا اليين واللي بيوا يتعرفوا علينا السواحي اللي ينبهروا بالشيء اللي أنا أسويته يعني يمكنهم ما لحقوا على الجدات وعلى الأمهات لو ليات أنا حطيت هذه الدمية أو العروسة فأبهح اللي طلعتها من ثيئة ثوبها من كندورة التلي كرمتي الصروال لحن أدق التفاصيل للسيدة الإماراتية أو الرجل الإماراتي حطيتها حتى الريال الشيبة وعطيت ليهم مسميات أيضاً واللي طالع هذه 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 أراويهم أطالعهم وحط ليهم مسميات فانبهروا فيها هذه منوع من السياحة أجذبهم ليه وأراويهم وما اكتفيت أنه بس تكون بس الدمية اللي عندي موجودة لا حبيت أني أنا أضيف لها الإضافات الزايدة اللي يمها مثلاً يعني مثلاً عند العروس أحطي عدالها الخرس أحطي عدالها لسقة أحطي عدالها الكرخانة أراويهم على الأدوات اللي كانت تستعمل قديماً بالإضافة إلى هذا الشيء نعم جميل إذن يعني الآن نرى مزيج من اعتزاز الإنسان بموروثه واعتزازه بكل هذه الأدوات التي يمتلكها بالتالي تنعكس على البيئة نعم إذن شكراً لإستعراض هذه التجربة أم جميلة وأيضاً نعود للاستاذة عواطف إذن استاذة عواطف الآن عندما نتحدث عن البيئات المتنوعة يعني ذكروا جميع ضيفاتنا العزيزات أن اليوم المنطقة الشرقية فيها الكثير من المقومات الجميلة على مستوى البيئات اليوم لكم جهود خاصة وأنتم أيضاً ترون ازدياد عدد السياح دائماً على المنطقة الشرقية فكيف ترون هذه الأعداد وزيارتها للمحميات المنتشرة اليوم في المنطقة الشرقية وخصوصاً اليوم مدينة كلبة فيها العديد من المحميات فهذه أيضاً تعطي ترويج سياحي عن ما تمتلك هذه المنطقة من ثروة حيوانية وأيضاً من طبيعة لبعض النباتات لبعض الحيوانات التي تعيش في المنطقة نعم مثل ما تفضلت السايح أو أي شخص من أول ما يوصل من منطقة وادي الحلو في وادي الحلو بعد فيه محميات موجودة محمية جبلية لحماية الكائنات والنباتات خاصة المنقرضة أو المهددة بالانقرض الموجودة هناك بعد ما يعني يمر من وادي الحلو يوصل في مراكز مثل مركز الطيور عندنا الجارحة بعد ما مركز الحفية عندنا مؤخراً افتتح مركز محمية أشجار القرم في أبريل السنة الماضية ما شاء الله يعني عدد السواح تقريباً 41 ألف أكثر من 41 ألف في سنة 2021 لمحمية أشجار القرم مع أنه كان هذا الوقت يعني هو في عزل يعني الجائحة المرت على العالم لكن الحمد لله كان في إقبال كبير خاصة أنه افتتح مؤخراً يعني في السنة الماضية افتتح حاسوب الحاكم ما شاء الله يعني ما شاء الله عدد السياح في ازدياد خاصة الحين ما شاء الله بعد مشاريع يديدة في مدينة تلبة مثلاً عدنا برج الساعة فتاحية أيقونة جميلة نعم نعم أيقونة جميلة وإياي المشاريع ما شاء الله نعم بإذن يعني هذه المنطقة يعني عندما نتحدث اليوم عن منطقة خور كيلبال واليوم فيها مركز خور كيلبال لأشجار القرم سبحان الله يعني صاحب السمو استشعر بقيمة الكائنات الحية الموجودة الفطريات هذه المنطقة بما تمتلكه من ثروة طبيعية أعطاها اهتمام وحولها إلى محمية حتى يحافظ على هذه الكينون لهذه المنطقة سيدة فاطمة وأيضاً حضورنا الكريم حتى تبقى لسنوات قادمة بإذن الله فكيف ترين سيدة فاطمة يعني جهود صاحب السمو ورؤية الحكيمة حتى يحافظ على هذه المنطقة وما تحتويه حتى تكون هي رفض سياحي ورفض اقتصادي للمنطقة وأيضاً يحافظ على هذه المنطقة الله يحفظ صاحب السمو مهما تكلمنا عن صاحب السمو الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية لأنه في حقه صراحة نظر بنظرة شمولية لكل شيء على أرض إمارة الشارق الحبيبة بدءاً من الحفاظ على التنوع البيئي الموجود وكذلك الحفاظ على التنوع الزراعي والتنوع البشري حتى أنا أشوف أن المنطقة اليوم مستقبلها باهر كثير لكن بعد المستقبل الأكثر قادم إن شاء الله بعد انفراج الأزمة هذه العالمية مدينة كلباء على سبيل المثال محمية أشياء القرمة الطبيعية أنا أذكر طفولتي فيها نعم هذا السؤال يتبادل في ذهني أكيد لك ذكريات كثيرة في هذا المكان لدي ذكريات كثيرة في هذه المنطقة وخاصة أيام الدراسة كنا نحمل كتبنا الصغيرة ونارى فيها جمال بس ما كنا نعرف مدى الجمال هذا إلا اليوم بعد ما تحولت هذه المحمية إلى مكان يزار ويشار إليه بالبنانو عالمي ونأخذ منها المعلومة أيضا في الكثير معلومات وأنا أذكر حتى أصوات الطيور كانت تتنوع يعني أنا أعتقد الرفراف وغيرها من الطيور والطيور الطويل نحن نسميه مركاع الخور حتى من كثر طول القدمي يعني كانت موجودة في هذه المنطقة فيها أيضا طائر العربي المطوق نعم هذا أيضا من أندر أنواع الطيور كذلك الحفريات مثل ما نقول القواقع كان أنواع عديدة من القواقع وكنا نستخدمها لحصص العلوم وحصص الفنية ونلموينها بأشكار جميلة كنا نسمع أصوات الطيور مثل ما قلت لش ونميزها هذا الطائر كبير هذا الطائر صغير نراها أوقات التزاوج يعني كنا نذاكر في إجازات الصيف كنا نستغل المكان للدهاب والخوض في المياه إذا ياني حوز زائر أو صديقاتي أن أخذهم أفضل مكان عندنا نوديهم على البحر عند القرم نعم إذا يتي اليوم إذا منطقة وكان نعم في شهر خمسة مرتع لصيد اللي هو القباقيب أو اللي هو اللي نسميه سلطان البحر نعم كانت أحجامها عجيبة ليس ككل اللي نشوفها في السوق كانت أحجامها كبيرة وكانت تصاد بالعمود يعني يبغزوها في ظهرها ويشلوها كان نوع من الحفرة اللي الناس تستخدمها لكن مثل المحار نعم أيضا كل أمهاتنا وآبائنا وكانوا يبحثون عننا في هالمكان كان فيها خيرات صحيح كانت جميلة لكن صاحب السمو وضعها على مثل ما نقول اليوم على مكان بارز وأعطاها أهمية اقتصادية وثقافية وعالمية يعني اليوم ما شاء الله نزل الرفراف الموجودة فاطمة يعني إذا أصبحت بعض الدراسات على مثل يعني الطائر العربي مطوق لعمل تكاثر لهذا الحيوان والحفاظ عليه لذلك هي أصبحت محمية محمية طبعا حتى اليوم نحن نشوف يعني ما شاء الله هذه المنطقة الجميلة تحولت إلى منصة عالمية للدراسات مثل ما قلنا والبحث والجارية الموجودة اليوم وتكاثر هذه الحيوانات أو هذه الطيور يعني وعطاها الأهمية لطالبه العلم للدراسة والبحث نعم اليوم نحن نشوف يعني فعلا هناك أمور يمكن لا تكون بالعين مجرد موجودة لكن الأبحاث والدراسات ووجودها على السياحة العالمية لمدينة القرم منطقة القرم في مدينة كلباء رائع فعلا كذلك في خورفة كان لأن تحولت بعض المناطق مثلا استراحة السحب مننا توقع أن تكون فوق 600 متر اليوم هناك استراحة تعانق ونجري فيها الأبحاث اليوم فيها المحاضرات والندوات يا أمها السياح من كل مكان وأصبح سبحان الله تنبؤات الطقس اللي الصير تحت تختلف تماما وهي في القمة فعلا الغيوم طول العام الجو الجميل الرداد اللي هو موجود نحن نقول ضباب حتى أصبح الرداد اليوم المتوقع أيضا استراحة الكتاب في مدينة كلباء أنه بيكون أعلى ضعف استراحة السحب فإلى لها أن نتخيل مدى العظمة مدى الهيضة التي أعطيت لمناطق المنطقة الشرقية وصنعتها أياد سلطان الخير حفظه الله وأعطى يعني يقول لك كل جزء من هذه الأماكن أعطى توجيهاته فيها لم يترك كان لفريق من الخبراء لم مثلا أعلى مستويات الدقة في التنفيذ لكن كان يلاحظ حفظه الله كذلك صغيرة وكبيرة ويأمر بتغييرها إذا لم تكن لصالح البيئة نعم إذا لم تكن لصالح البيئة كان يغيرها يعني مثلا بيضر شجرة أو بيضر حجر أو ما بيطل على منطقة معينة كان صاحب السمو يأمر بتعديل هذه الأمور ويحفظ على كينونة المكان وهذا بحد تنقول حفظه الله وجزاه الله وعننا كل خير لا نملك له إلا الدعاء ودعاء له بالبركة في الأمر والصحة والقوة ويحفظ الله قواسمنا الكرام وحكامنا جميعا نعم أستاذ فاطمة أيضا ننتقل إلى حضور الكريمة نأخذ هذه المداخلات أستاذ مريم تفضلي بداية نبارك لكم هذا الشهر الفضيل وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة بالنسبة لكلباء وخور فكان ودباء الحصن هي درر الشارقة على الساحل الشرقي بفضل ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يحفظه الله ورعاه حاكم إمارة الشارقة أصبحت هذه المدن قبلة للزائرين ومحط نظار الجميع نظرا لما تتمتع به من طبيعة خلابة ومن خصائص جغرافية فعلا تميزها عن بقية المدن وباهتمام سموه فالتخطيط المستقبلي يراعي من خلاله طبيعة هذه المنطقة مع التطورات المستقبلية كل على حسب منطقته وموقعه نلاحظ أن كلباء وخور فكان دباء الحصن بها العديد من المقتنيات واللقى الأثرية تعود لآلاف السنين فهي جديرة بإبرازها وإبرازها وتعريف العالم بها وتعريف العالم بجذور سكان هذه المنطقة ودورهم في بناء الحضارة والثقافة في هذه المنطقة بفضل الله سبحانه وتعالى الذي حباها هذه الخصائص وبفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ورعايته أماطل لثام فعلا عن هذه الكنوز الدفينة ومن خلال توجيهاته السامية بعاد الترميم القلاع والحصون والبيوت وهناك العديد كما ذكرت الأخت فاطمة المغني بيت شيخ سعيد بن حمد القاسمي حصن خور كلبة حصن كلبة حصن خور فكان برج الرابي برج العدواني وغيرها الكثير التي تحتوي على هذه الكنوز الثمينة فعلا هي أصبحت محط أنظار الجميع ومتاحة لزائرين وكذلك لا ننسى مدينة دبا الحصن يعد السوق الموجود فيها وهو من أقدم أسواق العرب وتتميز كذلك بموقعها الممتاز لذلك نجدر الإشارة بنا هنا إلى مدينة كلبة درة الشرق والمدينة الجذابة أن هناك معلم جميل جدا وهو له أهمية كبيرة لعبة كلبة من خلاله دور مهم على مستوى العالم وهو مطار كلبة الذي تم تأسيسه عام 1936 نتمنى صراحة إعادة ترميم هذا المكان وهذه المنطقة بالكامل من وضع مخطط لهذا المطار وتوجد غرف فعلا فترميمه وإعادة فتحه للزوار يعتبر معلم مهم يضاف لجميع المعالم الجميلة الموجودة في مدينة كلبة شكرا أخت مريم على هذه المداخلة الطيبة وأكيد اليوم وأن في حق المنطقة الشرقية حقيقة أيضا الأستاذة نعيمة أثمان باروت أيضا لها مداخلة نستمع إلى جميع هذه المداخلات التي تثري حقيقة مجلسنا الرمضاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبارك لكم بشهر رمضان المبارك وتقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال ونشكركم ونشكر استضافتكم لنا يعني ما شاء الله بشكل تكلم عن كلبة مثلا مدينة سياحية قديمة منذ الأزل يعني كلبة ما كانت يعني مثلا سياحة حديثة يعني بكانت قديمة كان القياضة كان أيامهم يوم نحن صغر ونعرف شيء اسمها القياضة أيها من الإمارات الثانية في وين يكونوا أكثر يعني في أيام الصيف يكونوا موجودين في وسام منطقة اسمها وسام نعم منطقة الخزان منطقة السيح إذن السياحة معروفة من سنوات معروفة من سنوات من سنوات من سنوات فالنخيل تكون مفتوحة يعني مثلا مفتوحة لكل السياح يعني مثلا ما يقول أن هذا مثلا نخلي ويسكرها عنه بالعكس هذا يدخل ويأكل ويشرب ويشيل ويحطي منها من هذه النخل فمن يوم كنا صغر ونحن أطفال نعرف أكل بب هذه الطريقة يعني رحابة الإنسان في المنطقة اسمها نعيمة هي أساس أيضا في انتشار هذه المنطقة السياحية كرم أهل المنطقة نعم لأن الإنسان يدخل المنطقة من أهلها من أهلها نعم من أهلها والشيخ دزال الله خير الله يبارك فيه ومد عمره بالصحة والعافية ما قصر وأبرز السياحة عندنا زيادة بعمل المشاريع وتطويرها في كلبة في خور فكان في دبا في لولية في زبار بدت المناطق كلها تطور فهي تجذب السياح من كل مكان ومعروفة يعني نعرفت في كل مكان ما شاء الله مثلا استراحة الكتاب اللي نحن تتنف نعم في انتظارها حقيقة في انتظارها الجميع انتظارها عندش برج الساعة طبعا هذا ما شاء الله يعني نفتح في أيام يعني مثل ما تقول إن كورونا يعني مثلا هالجائحة اللي ياتنا مثلا كسرت الحكومة أو كسرت المواطن بالعكس ما أوقفتهم ولا كسرتهم بالعكس زادت وطورت وأعطت الكثير يعني يعني من الحمد لله نحمد الله ونشكره على هذه الجهود الخيرة من حكومتنا من حكومة الشارقة ومن كل لأنه شيخ بنفسه سبحان الله أنه بروح يتابع الموضوع يعني هو يتابع المواضيع بنفسه يعني ويحضر بنفسه إذا الله ألف خير والجميع الموظفين اللي قائمين على هالأعمال كلها يعني ما في أي قصوة بوجود الجميع أستاذ نعيمة اليوم يتكاتف الجميع لإبراز جمال هذه المنطقة نعم شكرا أستاذ نعيمة على هذه المداخلة ننتقل أيضا لأستاذ آمنة لديها أيضا مداخلة جميلة ودائما أن أستاذ آمنة حضر في مجالسنا تفضل أستاذ آمنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليكم السلام ورحمة الله يسعدني تواجدي بينكم و احنا في يعني صراحة احنا في موقف فخر فخر واعتزاز ولله الحمد على الماضي الأصيل اللي موجود لحد الآن في مدينتنا والمدن الثانية في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات العربية بشكل عام دولة الإمارات تحتفي وتفتخر بتراثها وأصالتها وترتقب المستقبل نعم الحمد لله لك يا رب وإحنا هنا في مدينة كلبسة وعن كنا أو في خرفكان أو في الدبا أو في الذيد أو في مليحة أو في أي منطقة من مدن إمارة الشارقة نقف فخر أن ماضينا ثابت وأن مستقبلنا واضح نعم فجيلنا لا راح يضيع الماضي ولا راح يعني يضيع في المستقبل معاه يحمل معاه كل عبق الماضي يحمل معاه كل نعم لأن أيضا الأمة اللي ليس لها ماضي ليس لها حاضر ولا مستقبل وهذا الأساس اللي احنا اليوم نمشي فيه أو ننتهجه فيه دولة الإمارات وهذا نهج والدنا رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان قال نهيان اللي الكل يمشي عليه في دولة الإمارات الكل يمشي على النهج هذا الماضي أساس كل إنسان والمستقبل مع دولة الإمارات ولله الحمد يعني مرتقب والكل يسعى له بكل خطوات الثقة احنا اليوم نثق بوالدتنا نثق بمؤسساتنا نثق بعوائلنا نثق بدراستنا بعلمنا نثق بموروثنا سواء كانت المتاحف أو كانت أي جهة حكومية تابعة لإمارة الشارقة نعم تنهج نفس النهج الكل ينهج نفس النهج الكل يخطو نفس الخطوة خطوة الشيخنا والدنا الدكتور سلطان محمد القاسمي واضحة لكل أبناء الارتقاء بهذه المنطقة نعم الارتقاء بدولة الإمارات بشكل عام سواء أن كنت من مدينة كلبة سواء أن كنت من الخور سواء أن كنت في الصحراء سواء أن كنت فوق الجبال في وادي الحلو من أي مكان أنت في دولة الإمارات في إمارة الشارقة أنت عليك الثقل عليك أنك تكمل المسير عليك أنك هل المنهج هذا الواضح من بداية تأسيس دولتنا من حكامنا إذا هم الله خير إلينا كل طفل نحن نحافظ على هذه المسيرة ونحافظ على هذه المقومات السياحية وعندك كل المقومات عندك التراث عندك الجهات الحكومية عندك الطبيعة عندك العلم عندك الثقافة عندك المتاحف عندك كل المقومات أنك تمشي بخطأ واثقة أنت عارف ماضيك وعارف مستقبلك يمشي بكل ثقة شكرا أستاذ أمن على هذه المداخلة وأكيد اليوم الإنسان الإماراتي سواء كان في المنطقة الشرقية يومنا نتحدث عنها أو أي مكان وجد في دولة الإمارات هو معني وهو شريك في الحفاظ على مستقبل هذه الدولة وخصوصا إن كنا نتحدث عن غطاء السياحة دائما لوقات سعيدة تمر بسرعة وفي نهاية هذا المجلس الرمضاني أستاذة فاطمة نسمع منك كلمة تتحدثين بها عن هذا الغطاء وعن اليوم انتعاش المنطقة الشرقية حقيقة من هذه المشاريع الرياضية والتنموية نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا جميعا نقف صف واحد من أجل إنجاح المشاريع التي أقيمت في المنطقة وأن نحافظ عليها بكل ما نملك والحقيقة أن هذا ليس مردود لشخص معين أو لصاحب السمو فقط والأمارات الشارقة هو في النهاية لناتج السياحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ونتمنى أن تتبوأ إمارتنا الحبيبة إمارة الشارقة موقع كبير في مقدمة الدول أو مقدمة القطاع السياحي كما نأهدناها وكما نأمله في المستقبل إن شاء الله أن تكون بمرافقها هذه أن تدخل في موصوعات عالمية بمرافقها التي قيمت من أجل تحقيق الارتقاء بالسياحة البيئية والتراثية والتاريخية وخاصة إنها إمارة المتاحف وتتعدى اليوم عدد متاحفها إذا الحكومية تعدى العشرين متحف وهذا عدد كبير يمكن لا نشاهده في بعض الدول على مستوى الدولة لا تجد هذا العدد بريم يقال لك أيضا أستاذ فاطمو المتحف هو يغني الإنسان في زيارته يغني عن ألفين كتاب يقرأه نعم وهو التقاء الوجه الإنسان الذي عاش في هذه الأرض احنا امتداد لأجدادنا والذين عاشوا في هذه الأرض في زمن صعب واليوم نتوفر لنا كل الخير فعلينا أن نحافظ على هذه المكتسبات وأن نشد على أيدينا ونورث لعيالنا حب هذه الأرض وحب هذا المكان وحب هذه المكتسبات وأن نحافظ عليها من كل ما يشوهها أن يكون أبناء الوطن هم سفراء لوطنهم وخاصة في السياحة البيئية أنا أشدد على أن يكون المرشد السياحي من أبناء المنطقة وأن يكون لغته العربية هي الأول لأنها لغة القرآن ولغة الكتاب ولغة أهل المنطقة وإذا حبوا الترجمة أن يكون هناك من يترجم من أبناء الوطن أيضا من من يحملون سهادات جامعية هذه نقطة لم تتحدث عنها أستاذ فاطمة ولكن أيضا يوم إمارة الشرقة تعنى بالإرشاد السياحي وأيضا هيئة الماتجاري والسياحي أيضا لم تتوانى في توفير للإرشاد السياحي وأنت أيضا من أول الدفعات التي تخرجت أستاذ فاطمة في الإرشاد السياحي وأحمل إرشاد السياحي جزا شاء الله خير ذكرتين وأحمل إجازة في الإرشاد السياحي وغير هذا أنا أتعلم حتى من السياحة التي عندنا أتعلم منهم بعض المفردات وعندما أزور أي دولة أتعلم من متاحفها كيف يكون الرشاد يعني على سبيل المثال في سوق ورفكان يوجد الآن حوالي عشرين متحف الحرف والتقليدية التي كانت تمارس السوق حوالي عشرين مهنة موجودة إذا لم نثقف أبنائنا تعليمهم هذه الحرف ومعرفة ما هي الحرف هذه وكيف كانت لها دور اقتصادي في المنطقة كان نحن نكون مقصرين في حقها فأحنا ما نتمنى أن نقصر كلنا هذه الدعوة ووجهها للأخوة المشاهدين وكذلك الحضور في هذه الجلسة أن لا نتوانى في عشق الشارقة ولا نتوانى في تقديم كل ما يسهل أمر أي زائر للشارقة نحن نقول حياهم الله على عيننا ورأسنا أي سائح يزور المنطقة وخاصة في الإجازات نترك بيوتنا وهم أهلا لها يكونوا يتفضلوا أهل العين والرأس وبهذا نستطيع أن نرجز ولو بسيط في خدمة إمارتنا الحبيبة إمارة الشارقة والصاحب السمو حفظ الله إذن شكرا أستاذة فاطمة وأكيد دايما هو الإنسان الإماراتي هذا ما تعود عليه وما نشأ عليه حقيقة وما شب عليه هي العادات والتقاليد ورحابة الصدر حقيقة والكرم العرب معروفين بالكرم شكرا أستاذة فاطمة على تواجدك معنا وأيضا نأخذ كلمة أخيرة من أستاذة عواطف في وجهة نظرية يجب على كل فرد أن يبدل مزيد من الجهد في المحافظة على البيئة والسياحة البيئية ليست سياحة فقط فليها التعليم وترفيه وسياحة وقدوتنا في ذلك سموه الحاكم فهو يقوم بنفسه بجمع البذور مثلا للنباتات النادرة يقوم بنفسه بجمعه وأكثارها في مزرعتها الخاصة ورفض المنطقة بها أيضا نعم فهو قدوة لنا وهو رجل البيئة الأول لذلك نحن نجب أن نقدم المزيد للبيئة المحافظة عليها مثل ما تقدم لنا البيئة نقدم لها المزيد نرجو من الأبنائها المحافظة عليها المناطق الجبلية المناطق الساحلية والتوفيق للجميع بإذن الله أكيد اليوم الجميع يشد حقيقة على ساعده لأن يكون جزء من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة حقيقة سعدنا بكم الأستاذة فاطمة المغني خبيرة وباحثة في التراث الإماراتي وأيضا أنت معلمة ملهمة حقيقة الأستاذة فاطمة أيضا الأستاذ عواطف عبداللنقبي مدير فرع هيئة البيئة والمحمية الطبيعية في مدينة خورفكان شكرا لك الحضور الكريمة خواتي الكريمات أثريتم هذا المجلس الرمضاني حقيقة بأفكاركم وأيضا بطرحكم الكريم وصلنا معكم إلى ختام مجلسنا الرمضاني لهذا اليوم إذن مشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة وهذا الموضوع يأخذ الكثير حقيقة من الوقت ولم نتطلق إلى الكثير أيضا من الجوانب الجميلة من جمال المنطقة الشرقية ترقبون بإذن الله في مجالسنا القادمة وتقبلوا تحياتي ومع السلامة